بهدف تنمية مهارات منتسبي العتبة العباسية المقدسة وتطوير الجوانب التقنية والإبداعية واكتشاف مواهبهم وطاقاتهم الكامنة أقامت شعبة الطفولة والناشئة التابعة لقسم شؤون الفكرية والثقافية برنامج تطوير المهارات الفنية الأول احتضنته قاعة الإمام الحسن عليه السلام طبعا تأتي هذه البرامج ضمن توصيات سماحة المتول الشرعي العتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه بخصوص تطوير المهارات المنتسبين وكل حسب اختصاصه بما أنه نحن نعمل في المجال الفني الإبداعي أقمنا هذا البرنامج ويضم هذا البرنامج بين طياته ثلاث ورش أقمنا دورة من ضمن برنامج تطوير المهارات الفنية لإقامة شعبة الطفولة والناشئة نحن اليوم لدينا دورة التصميم المصمم المحترف تناولنا بهذه الدورة ثلاث برامج للتصميم للغرافيك هو برنامج فوتوشوب والاندزاين والاستريتر دورة احترافية للمتمرسين بالبرامج المذكورة البرنامج التدريبي الذي يتلائم مع تطلعات المشتركين استمر لعشرة أيام ضم ثلاث ورش تدريبية متكاملة هي كتابة السيناريو عرافة الحفل إضافة إلى ورشة التصميم حيث يشرف على تنفيذه أساتذة مختصون في كل مجال من مجالات الورش دعوة كريمة طبعا من العتبة العباسية من العلاقات والإعلام بالعتبة العباسية أنه نقيم هذه الورشة الورشة حقيقة هي مختصة بفن كتابة السيناريو الورشة ستة يام باثناء الساعة يعني كل يوم ساعتين اليوم الأخير رح يكون عندنا عروض أفلام اليوم القبلة رح يكون مناقشة الأفكار ومعالجتها من قبلهم الحمد لله تعالى أيضا وجدنا تفاعلا كبيرا من قبل هؤلاء المشاركين في هذه الدورة ودعما أيضا جميل جدا من الدارة العامة أو الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة والشعبة التي اهتمت بهذا البرنامج ونتمنى أن نكون قد أفدنا واستفدنا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة وسائر البرامج الأخرى المتعلقة بالتدريب الكفاءات واكتشاف المواهب في هذه العتبة المقدسة العتبة العباسية المقدسة تسعى إلى منح المنتسبين دورات تخصصية كل حسب اختصاصه من أجل رفع أدائهم الفني وتنمية طاقاتهم الإبداعية لغرض الرقي بالمستوى المهني